نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول مخرجات وقضايا المحور السياسي والمجتمعي بالحوار الوطني تناول الصالون منقشة سبل مواجهة التحديات للعمل النقابي العملي وكيفية مساهمة تطوير العمل النقابي في تطوير عملية تنمية واسعة في مصر وكذلك أهم القوانين التي ستعمل على تحسين عمل النقابات العملية لن نستثمر العمل النقابي إلا إذا طبقنا تدريب قوي تطقيف جيد وعارف هو بيعمل إيه هل جاء موجود الحقيقة أنه موجود بس اختياري أنت عاوز تروح أو رئيس شركتك رئيس مجلس الإدارة عاوز يودي أطراف معينة رئيس النقابة والله أصدق ريد ميني فبوادي تدريب علشان وقل الأسف ده بيحصر أنه أحيانا نوع من أنواع التغفية أنك لا تروح لشغلك فهو ديك تتدرب البعض بيعمل كده أه فالتدريب موجود أه موجودة كمعا لكن هل هو إلزامي أو يعني لازم النقابي يعدي على هذا التدريب لا كثير جدا من العاملين والعمال وقدر أتكلم على مستوى جماعيين من أطباء ومهندسين وما إلى ذلك ما يعرفوش الفرق ما بين النقابة العمالية والنقابة المهنية ودي مشكلة كبيرة جدا وواحد يجي يقول لي أنا 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 عضو في نقابتين أو إذا بعضو في نقابتين لا يوأ لا هذا حيك لو أنت دكتور بعد الظهر في عيادة في حيك صاحب عمل أنت الصبح دكتور في مستشفى فأنت تتلقى أجر فأنت عامل فكل من هو يتلقى أجر هو عامل الطيار بيتلقى أجر فهو عامل كل من هو محامل أو شركة فبيتلقى عامل أو هو في مكتبه فهو صاحب عمل فده جزء كبير جدا لنفس الكلام اللي قاله السادة الأفاضل أن فيه نقص فيه المعرفة وبالحقوق والواجبات والتدريب